طمأن وزير التجارة والصناعة خالد الرضان المواطنين والمقيمين على توفر كل الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية في مراكز أفرع التموين والأسواق التعاونية الموزعة في محافظات البلاد ومؤكدا أن المخزون الاستراتيجي يكفي لأكثر من ستة أشهر وبدورها أكدت الإدارة العامة للجمارك السمرار العمل بكافة إدارتها وذلك لتسهيل عملية تدفق البضائع والسلع وتوفير الفراجات الجمهورية وفي السياق ذاته شددت الهيئة العامة للصناعة على المصانع المحلية المعنية بإنتاج المواد الغذائية والصحية بضرورة التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة بجميع منتجاتها وذلك في إطار حرصها على تأمين المتطلبات المحلية